وهذه نقطة مهمة حتى تربوية في أنك حينما تنادي الإنسان تناديه بأشرف ما يحب يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا الإيمان هو التصديق وهذا في اللغة وفي الشرع وفي المصطلح العقدي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره في اجتماع أركان الإيمان الستة يا أيها الذين آمنوا أي صدقوا بهذه الأركان وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بمقتضيات الإيمان وناداهم بالإيمان تنبيها لهم على استماع ما يلقى إليهم من هذه التكاليف وهذه نقطة مهمة حتى تربويه في أنك حينما تنادي الإنسان تناديه بأشرف ما يحب فإذا نديت المسلم يا أيها المسلم يا أيها الرجل يا أيها الرجل المبارك يا أيها الرجل الموفق يا أيها الرجل المسدد يصغي لك بخلاف ما تناديه بأي أسلوب من أساليب النداء قد لا ينتبه ولهذا رعي في أساليب القرآن في النداء أن يكون فيها أدوات النداء ومنها يا أيها وأيضا أن تقترم بشرف يستحقه المؤمن وهو شرف الإيمان ليكون أذلك كأنه يقول أنا مؤمن وأنت تناديني مستعد أي أوامر إذن كتب عليكم الصيام فكأن في تهياء النفسية وعقلية وأيضا فكرية لتلقي الأوامر وهذه من أساليب القرآن بل من إعجاز القرآن